أنا حتى يعني اتقدم لي فنان من الفنانين كان عايزي تجاوزني يعني مين؟ وهي رفضت مين؟ دي أول مرة أولها في حياتي يلا خلينا نعرف مين لأ مش هقول قولي عشان متجاوز متخلفت بقى وعادي وانت متزوجة هيدا من الماضي كنت صغار أيها مش هتصدق أصر قولي كرمال لأ مش هتصدق قولي الاسم لو نطلع بفاصل إعلاني يلا مش هتصدق قولي محمد هنيد قف وروحنا وقفنا على باب المسرح وكان هو المساعد بتاعه اسمه جودة فقلت له أستاذ جودة ممكن ندخل لأستاذ محمد نعمل معه انتروفيو فقالي آه بس فروحت عملت وانعجب فيك عرفت بقى بعد كده لما أكلمني قالي أنا جاي تقدمه كده ردت فعليك؟ ما كانش في علاقة يعني ايه؟ شو كانت ردت فعليك؟ فرحت جدا طبعا فرحت جدا بقى لأن أنا بالنسبالي هو يعني ممثل ونجم وحاجات كده وكان عامل ساعتها اسمه عليها رايح جاي كمقصر الدنيا وإيجي على البات أو لا؟ آه شو صار؟ قالوا له لا؟ وكان جايب هدايا كتير قوي ايه كان لسه راجع من أمريكا وجاب هدايا كتير قوي مامتي ما قلت لهش لأ طبعا لأن يعني مامتي زوق جدا وبتاع بس قلت له أوكي همفكر وكده بس بقى وتبهدلت أنا ساعتها بقى وسكرت كلها الفكرة من راسها تبهدلت بقى بتاعة الممثلين يعني مش عارفة ايه 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 ايه